مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله سيكون هناك انخفاض وارتفاع على درجات الحرارة خلال فترة العيد التفاصيل إن شاء الله مع النشرة الجوية كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري حيث نلاحظ أن يوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة أجواء معتدلة بالنهار اللطيفة في الليل في معظم مناطق المملكة لكن تميل قليلا إلى البرودي في ساعات الصباح الباكر العظم المتوقعة في المناطق الشمالية 24 والصورة 14 المناطق الوسطى عمان بحدود 22-14 المنطقة الجنوبية بحدود 21-13 درجة منطقة معان والبادية الجنوبية 24-16 خليج العقبة 34-23 درجة مئوية الرويشد أجواء مغضرة ومناطق البادية الشرقية حرارة 30 العظم والصورة 14 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة يوم الاثنين يوم الاثنين ارتفاع واضح على درجات الحرارة لكن تبقى الأجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل إربط 28-21 والمناطق الشمالية المناطق الوسطى 27-21 تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل بقليل ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية المنطقة الجنوبية 26-21 منطقة البادية الجنوبية وامعان بحدود 30-19 خليج العقبة 38-29 درجة مئوية الرويشد 30 إلى 19 درجة مئوية يوم الثلاثة ارتفاع واضح على درجات الحرارة حيث تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبيا في مقدمة منقفة جوي خماسيني وبالتالي تسود الأحوال الجوية الخماسينية يوم الثلاثة وتكون الأجواء حارة نسبيا جافة مغبرة في معظم مناطق المملكة المناطق الشمالية العظمى 34-17 منطقة تعمان والوسطى 32-15 المناطق الجنوبية 31-11 منطقة امعان والبادية الجنوبية أجواء مغبرة وجافة وحارة 33-14 خليج العقبة أجواء حارة 36 إلى 26 درجة مئوية والمنطقة البادية الشرقية أجواء حارة جافة مغبرة ويتدنى مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح 37 العظمى والصغرى 19 درجة مئوية يوم الأربعة انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة انخفاض كبير تعود درجات الحرارة تقريبا إلى حول المعدل أو أقل من المعدل بقليل ما بين درجة إلى درجتين منطقة المناطق الشمالية واربط 23-15 منطقة المناطق الوسطى 21-13 المناطق الجنوبية 20-9 فباللاحظ أنه ستكون الأجواء باردة نسبيا في الليل يعني ستكون لطيفة بالنهار الأجواء لكنها تميل إلى البرودة ليلا وأيضا البادية الجنوبية 23-11 خليج العقبة 34 إلى 21 درجة مئوية وارويشد 31 إلى 12 درجة مئوية يوم الخميس أيضا انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة أجواء لطيفة بالنهار وتظهر بعض السحب المنقفضة لكنها تميل إلى البرودة ليلا المناطق الشمالية 22-14 المناطق الوسطى 20-11 والمناطق الجنوبية 18 إلى 8 وراحين نلاحظ أنه كمان درجات الحرارة ستكون يوم الخميس أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية البادية الجنوبية 23 إلى 9 وخليج العقبة 30 إلى 20 والبادية الشرقية 28 إلى 11 درجة مئوية إذن أجواء تميل أو باردة نسبيا بالليل نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر خاصة في فترة العين ويوم الجمعة أيضا الأجواء تبقى باردة نسبيا في الليل ولكنها لطيفة بالنهار وبتكون غائمة جزئيا في المناطق الشمالية والوسطى هناك ويوم منقفضة ستظهر وبتكون درجات الحرارة أقل من المعدل ما بين درجتين إلى 3 العظمى في المناطق الشمالية 22 والصغرى 13 منطقة الوسطى وعمان 20 إلى 11 والمناطق الجنوبية 18 البادية الجنوبية 22 إلى 10 وخليج العقبة 31 و21 والمبادية الشرقية 26 إلى 13 درجة مئوية مشاهدينا العزاق العامة بخير فترة العيد إذن تمتاز في هناك انخفاض يوم الأحد ارتفاع يوم الاثنين والثلاثاء وانخفاض واضح وملموس أيام الأربعاء والخميس والجمعة نتمنى للجميع السلامة وكل عام وأنتم بخير ولكم أجمل تحية من طفل العرب النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر